سيدة الوزيرة لا يمكننا أن ننقر الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة ولكن هذا ليس شيء بفضل الحكومة بطبيعة الحال هذا بالإنجاز التاريخي من المنتخب المغربي بطبيعة الحال لأن هذا الإنجاز يجعل المغرب يتسوق لديه إشعاع كبير والتي قيمته بالملايير والتي قدموا هدية للحكومة ولكن سيدة الوزيرة كنا كنا نتدرون من الاستراتيجية التي ستقدمتكم فيها شيء جديد جميع الإجراءات هي تقليلية تتحدثون عن السياحة الداخلية في نهاية السياحة الداخلية مواطن مغربي اليوم يمشي الفندوق يلقى ب2000-3000 درهم النفس العرض يمشي لبعض الدول ومنافسة شارثة يمكن أن يكتر من ثلاثين نقص المغربي شكرا سيدة